شهدت قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ توزيع خمسة ألاف قطعة ملابس ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبإشراف جمعية الأرمان استهدف الجمعية توزيع ملابس على الأسر الأكثر احتياجاً بالمجان واسطى فرحة عارمة غمرت المواطنين جولة جديدة لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأولى بالرعاية استهدفت قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ لتوزيع خمسة ألاف قطعة ملابس على الأسر الأكثر احتياجاً المعرض بقرية شباس الملح مركز دسوق محافظة كفر الشيخ بيستهدف قرية شباس واثنين وعشرين عزبة تابعة لها هنوزع خمس تلاف قطعة ملابس على من تلتمية وخمسين أسرى لربعمية وربعمية وخمسين أسرى النهاردة المعرض ده ملابس ده رقم خمسة خلال شهر إبريل الحالي ورقم سبعة وتلاتين بالنسبة للمعارض الملابس اللي استهدفت السنة دي الجهد بشكور جداً من الجمعية ومن التحالف أن نحن بنساعد أهلينا الغير قضري بالمجان واستهدفت القافلة التابعة لجمعية الأرمان توزيع خمسة ألاف قطعة ملابس مجاناً بالقرى التابعة للوحدة المحلية لشباس الملح على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين بنوزع خمسة ألاف قطعة ملابس على الأسر المحتاجة والمجان وفيه أكتر من كده شفنا من الأرمان شفنا منها لحوم شفنا منها كاراتين مواد غزائية المعرض حلو وإحنا مش لقين لبسة عيانا وهدوم حلوة وحاجة حلوة وأنا مش عايفة جاهز بيتي الحمد لله للخير جيه أنا النهار ده بنشكر بجمعية الأرمان على دعمها لنا هنا واللي هي جابت أكتر من خمسة ألاف قطعة طبعاً كل مواطن بياخد خمسة أشهر قطعة أنا بشكر جمعية الأرمان عشان وفرت لنا حاجات كويسة وأتمنى أن الجمعات يتلقى في البلاد كلها تأتي قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن حملة ساترو عافية والتي تشمل تقديم قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وفك كرب الغارمات وتوصيل المياه للأكثر احتياجاً ونشر ثقافة التطوع